علق مسؤول سابق في هيئة النزاهة على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية إلى مصدر لتمويل الأحزاب السياسية المسؤول بينا أن هذا الموضوع متفق عليه وهو أن أغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركة تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت أثروات العراقية من خلال طبيعة ريعية للدولة حيث أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية وبينا أن الأحزاب تصر على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة وكذلك في الأحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل مركة أمريكية وأضاف أن الظروف في العراق بيئة غير آمنة للاستثمار بعد عجز الحكومة عن حماية المستثمرين لذلك فأن الشركات الاستثمارية لن تستمر ما لم تكن لها قوة حزبية أو جماعة مسلحة حامية لها ترجمة نانسي قنقر